يعتزم جلالة الملك محمد السادس ورئيس الجمهورية الفرنسية إمانويل ماكرون اعطاء دفعة حاسمة للعلاقات الممتازة متعددة الأبعاد بين المغرب وفرنسا في إطار شراكة استثنائية متجددة وحسب بلاغ للديوان الملكي اتفق قائداء البلدين على العمل بشكل منصاق من أجل تعزيز التوجه الأورو متوسطية الإفريقي والأطلسية ضمن مقاربة للعمل المشترك تخدم الازدهار والتنمية البشرية والمستدامة من جهة أخرى أشهد رئيس الجمهورية الفرنسية بالدور البناء الذي يطلع به صاحب الجلال الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس خدمة للسلم في الشرق الأوسط ودعا قائداء البلدين إلى وقف فوري للهجمات في غزة ولبنان مع تأكيدهما على أولوية حماية السكان المدنيين وأهمية ضمان وتيسير وصول المساعدات الإنسانية الكافية مع وضع حد لتأجيج الوضع على المستوى الإقليمية وذكر جلالة الملك والرئيس الفرنسي بالطبع الاستعجالية لإعادة إحياء مسلسل السلام في إطار حل الدولتين دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو من عام سبعة وستين تسعمائة والف وعاصمتها القدس الشرقية ووجه رئيس الجمهورية الفرنسية دعوة رسمية إلى صاحب الجلال الملك محمد السادس للقيام بزيارة دولة إلى فرنسا وهي الدعوة التي قبلها جلالته والتي سيتم الاتفاق على تحديد تاريخها عبر القنوات الدبلوماسية ترجمة نانسي قنقر